حضرتك تعرف حق المعرفة الحادثة اللي وقعت في جرف الصخر واللي راح ضحيتها عميد حوثي وراء يوم مباشرة تم قصف قاعدة عين الأسد شوف هذا الكلام احنا نعتمد على المصادر الأمنية اللي تصدر من الدولة العراقية هذه خلينا الدولة العراقية ما ذكرت ببيانها أكو عميد حوثي انقتل في جرف الصخر يعني خلينا نكون واضحين ولكن الإعلام الإيراني الرسمي وإعلام الحوثيين أكد هذه الواقعة يا أستاذ سرمد ما يخالف أكدها أوكي والله أنا معك وأني أول واحد سمعت وأول واحد عرفت يا بيقولون أكو عميد حوثي مقتول بهذا زين لا حزب الله العراقين شرهي وهو ما يخجل من هذا الموضوع ولا أي شخص يعني هل من المعقول كان الموضوع بهالدرجة من الكتمان زين والرد اللي إجي على قاعدة حين الأسد هو رد على هذا الاستهلاف الرد اللي إجي صح صح الرد اللي إجي وشوف شوف الحكومة سوت الحكومة أصدرت بيان نددت بيه بالضربة الأمريكية وأصدرت بيان أيضا نددت بيه بالضربة على قاعدة حين الأسد الحكومة ما تريد هذا الموضوع أكو مباحثات بيننا وبينهم تستمر من أجل انسحاب قوات تحالف الدولي يا أستاذي العزيز فلذلك مو من مصطحتنا أنه نأجيج الموضوع الآن يجدت قصة نيويورك تايمز صاح سامد مو تأجيج هو مو تأجيج اسمحي حاضرتك شفت موقف الخارجية الأمريكية بعد التقرير اللي تم نشره من قبل نيويورك تايمز وأبلغت الحكومة وصلتها لسائل من زعجين كنا نعرف موقف الحكومة اليوم هي محرجة من مثل هكذا مواقف هو ضغط بشكل أو بآخر شوف على الحكومة من قبل بعض الأطراف السياسي وحتى الفصائل اللي تتبع لها قبل يعني بس قبل ما تتحول لهم أنا أقول لك أمريكا منزعجة من هذا الموضوع جدا خلاص أنا أقول لك منزعجة جدا والأخطر والأخطر اسألني عن الأخطر شنو ممكن يصير أستاذ سرميد أنا أقول لك الأخطر الأخطر ممكن أن إسرائيل تخلينا بخانة الدخول أنه في حرب معه أنا أجي وأريد أسألك عنك هذا نعم يجوز تنفذ ضربات جوية تظري إحنا ما عدنا دفاعات جوية يجوز تنفذ ضربات جوية مجهولة قد عدنا ضربات جوية مجهولة هذا التصعيد هذا اللي همني وسأسترمد هو متأجيج للموقف مثل ما حاضرتك تتحدث لكن التوقيت كل شيء مهم لنشر التقرير إذا سمحت لي لنشر التقرير وللموقف الأمريكي تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي اللي جاي نشوفه وإحنا اللي همنا بالأخير مصلحة بلدنا ومو تأجيج بالضبط 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 أنا قلت لك قلت لك أنا إذا تسألني من شنو متخوف متخوف من الكيان الصيوني ليروح أنه ينفذ ضربات مجهولة على الداخل العراقي والحجة جاهزة يقول لك والله أنتو خالين مكاتب للعوثين والحماس وإحنا في حرب مع العوثين ومع حماس هذه حجة واضحة زين إحنا حتى أمريكا من ضربة جرف الصخرة وجرف النصر من ضربة هذه أصلا للعلم إحنا بقينا آني من الناس طلعت ياكم فورا قلت يمكن قصف من الكيان الصيوني قصف إسرائيلي لكن لوما أمريكا معترفة ما كان عرفنا منه اللي يضرب أمريكا طرح هي اللي اعترفت قالت إحنا اللي ضربنا زين طيب لذلك هذا الموضوع وفي ظل ما يجري في لبنان يا أخي العزيز المواضيع بدت تاخذ منحة أنا أراه خطرا خطر كل شي موسيقى موسيقى موسيقى